السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو يا حلوين يارب تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله هنعمل سنية بطاطا بالكريم كرامل حاجة كده تحفة والطعم ولا اروع يلا بينا نبدأ عندي بطاطا مخصولة كويس جدا بتقشريها وبعدين تقطعيها حلقات بالشكل ده بس حاولي تكون الحلقات ساميكة شوية عشان بس متحرقش منك وبتنزل عليها بنص كباية من السكر وعليها نص كباية من المية وبتغذي بقى ايه الحلة بتاعتك دي وترفعيها على النار بصوا اول ما بتبدأ تغلي بالشكل ده بتوطي النار عليها وتسيبيها بقى خالص لغاية ما تشرب المية دي وايه وتلاقيها خلاص دي بتخالص بالمنظر دقيقة يعني توصل معاكي للمرحلة دي اللي هي بصوا خلاص كده انت بتعملي بالمعلقة بتلاقيها بتتهرس معاكي بتغذيها بقى وتهرسيها كويس جدا عاوز اقول لكم ان هي لونها بقى غامق لان انا كان عندي تلات بطاطات كده مشويين فانا حطتهم عليها فالقشر بتاعها وكده غمق لي البطاطا خالص بس ايه مش هيدر وبعدين بتجيبي اربع كبيات من اللبن وتنزيع عليهم بزرفين من الكريم كراميل وهو معلقة صغيرة من الفانيليا وقلبي كويس جدا دويب الكريم كراميل اللي مع اللبن بصوا جماعة اللبن لا برد ولا مغلي اللي هو بادي اللي هو سخن زيادة فاهمين قصدي اللي هو مش مغلي خالص ولا ساقع خالص عشان كريم كراميل يدوب معاكي وبعدين خدي بقى اللبن بتاعك ده وانزلي بيه على البطاطا وابدقي ايه قلبي فيها وبالمضرب بصوا انا جربت المضرب وحاولت ان انا اعمل البطاطا بس لقيت فيها تكتلات وتاخد معايا وقت كتير جدا فهتجيب الهند بلندر وتبدأي تهرسي بقى تفرمي البطاطا كلها انا عايزيها تبقى بالمنظر ده تبقى دايبة خالص انا زودت نص كباية من اللبن على الاربع كبيات يعني يا جماعة تقريبا كيلو لبن هاتي كيلو لبن كده ما مش هيقله عن كده وبعدين حطيها بقى على النار وابدقي يقلبي بقى واسيبيها لغاية ما تغلي انا عايزيها بصوا هتغلي ها يبدا يقلبي فيها بقى لغاية ما تغلي كلها او هترفعيها من على النار لغاية ما تغلي تمام وبتجيبي قالب الكيك ايا كان الشكل انا عملت في شكل الوردة ده وفي شكل تاني مستطيل وبتنزلي بعسل الكرامل اللي عندك اه العسل بيبقى موجود معايا في علبة الكريم كرامل بتنزلي بيه وبعدين بتنزلي بالبطاطا عليها وهي سخنة وما تسيبهاش تبرد في الحل علشان بس ما تمسكش هتنزل على طول اول ما تدفي النار عليها وبتسيبيها لغاية ما تلاقيها بردت تماما غطيها بستراتش ودخليها التلاجة بصوا جماعة انا حطتها في التلاجة بالضبط خمس ساعات يعني انا عملتها الصبح وسبتها خمس ساعات وبعدين بدأنا ناكل منها ممكن انتي تسيبيها ليلة كاملة مفيش اي مشكلة تمام كده هنا خلاص بعد ما طلعتها زي ما قلتلكم بعد خمس ساعات بتجيبي بقى الطبق بتاعك اللي هتقدمي فيه وتحطيه وتقلبيها اه مش بتحتاجة جماعة حمام ميا خالص لان هي بتبقى سهلة جدا في القلب بتاعها انتي بتقلبي اول ما بتقلبيها لان نزلت يعني ما تقلقيش من حتة القلب بتاعها ده بصوا جميل احية حلوة جدا جدا وشكلها تحفة اه بس انا محاول يعني انا من الدربكة اللي انا كنت فيها انا كنت عايزة خلاصها بسرعة اه موزعتش العسل كويس فهتلاقوا حتة غامة قوي فيها عسل كتير وحتة ما فيهش فبتجيبي بقى القلب بتاعك وتبدأي تنزلت بقى العسل عليها كده بطاطا في سوبها الجديد دي مش بطاطا جماعة انتو بتاكلوها كده انتو مش عارفين بتاكلوا بطاطا بتاكلوا كريم كرامل حاجة حلوة جدا جدا وتحفة مش بتاخد معاك وقت وطبعا مش هنقول بقى كيمة الغذائية بتاعة البطاطا وكيمة الغذائية اللي في كريم كرامل يعني يبصوا حاجة كده يعني لو الاطفال فاضلوا يأكلوا منها طول اليوم انتو متطمن عليهم جربوا الطريقة دي وان شاء الله تعجبكم يا رب اكون قدرت اقفتكم ولو استفدتوا من الفيديو ما تنسوش تعملولي لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر